اهلا معكم مواصف من قناة مواصفتك اليوم مع مراجعة جديدة وهي مراجعة كوندور بيويت لايت اولا سنقوم بمراجعة تطميم اهم المواصفات الشاشة تأتي بحجم 5 باصل 5 انش بدقة HD من نوع IPS LCD بكتافة 267 ppi تائد كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل زائد مايكروفون للمكالمات زائد لمبا للاشعارات زائد اظهر التحكم كما تلاحظون من الاسفل لدينا مدخل USB للشحن زائد مايكروفون من الجانب لدينا زر التفاوش غير الهاتف زائد اظرار الصوت من الجانب الاخر لدينا منفذ SIM كارد زائد SD كارد من الاعلى لدينا مدخل 3 باصل 5 للسماعات اللاسلكية تائد IR الاشيعة تحت الحمرة للتحكم بالكمبيوتر او التلفز من الخلف لدينا كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل زائد لات زائد لوغو كوندور زائد بطاريا بسيعة 3150 ميلي امبير زائد مكبر صوت يدعم تقنية DTS Sound ننتقل الى نظام التشغيل الهاتف يأتي بنظام تشغيل 7.0 نقع بواجهة تختلف نسبيا عن الواجهة الاصلة للاندرويد كما تلاحظون هذا اندرويد 7.0 هذه هي واجهة الهاتف الواجهة تقدم بعض الاختصارات والايماءات الدكية السريعانة وانمع كما يأتي الهاتف بمعالج قوات كور 1.45 جيجاهد زائد رام ساعتها 3 جيجا بايت زائد مساحة تخزينية 16 جيجا قابلة للزيادة عن طريق اضافة اس دي كارد سنقوم بتجربة لعبة هذه اللعبة ندخل اليها الاداء عموما جيد ومقبول جدا مقارنة بالسعر كما تلاحظون لو وجد الفريمات او بطل هاكدا ندخل الاندرويد لعبة السباقات للحلزون لا وجودا لأي فريمات نخرج نقوم بالخروج من اللعبة الآن ننتقل إلى مميزات الهاتف عند وضع هذا الغطاء ستأتي لك شاشة للإشعارات كما تلاحظون هي من مميزات هذا الهاتف وأيضا يأتي الهاتف بمميزات عديدة سنقوم بمراجعة حماية العين من الإضاءة المنخفضة نذهب إلى هذا الخيار نفعيله إن تفعيله تصبح الشاشة بنية كما تلاحظون وهي مفيدة جدا في الإضاءة المنخفضة لحماية العين نخرج من الخيارات الآن ننتقل إلى تطبيق الكاميرا الكاميرا تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل وتدعم التركيز التلقائي ذايد وتدعم أيضا التصوير البانورامي والHDR ذايد التصوير اليدوي وتصور فيديوهات بدقة Full HD الكاميرا بالنظر للفئة السعرية للهاتف تقدم أداء عموما مقبول ولا يمكن اعتماد عليها لتصوير الصور العالية آلية الجودة في الإضاءة المنخفضة كما تلاحظون هذه خيارات الكاميرا ننتقل الآن إلى أداء الهاتف وعيوبه واحد المميزات بطارية قوية جدا تصمد معك اليوم كامل بدون الشحن ثانيا هيكل من المعدن والزجاج كاميرا مقبولة وزن خفيف مقارنة مع الهواتف بنفس السعر صوت قوي ونقي أيضا يدعم الهاتف 4G 3G والدوجي ويأتي بشيحة العيوب شاشة الهاتف ضعيفة مقارنة مع حجم الهاتف البطارية غير قابلة للإزالة الهاتف لا يدعم الشحن السريع إن كنت تريد شراء الهاتف فهذا الهاتف بسيار أقل من زوج 200 دينار جزائري